بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ محاضرتنا اليوم إن شاء الله عن مصطلح الهوميوستاسيس وما يسمى بثبات البيئة الداخلية للكائنات الحية نحكي الآن تعريف الهوميوستاسيس ماذا يعني الهوميوستاسيس هو عبارة عن قدرة الكائن الحي بمعنى أن ثبات البيئة الداخلية للكائن الحي بغض النظر عن التغيرات التي تحدث سواء تغيرات داخلية أو تغيرات خارجية لذلك نجد أن الاتزان الداخلي كان بتحكم بأكثر من عامل بالجسم فبالتالي في عندنا مع سبيل المثال درجة الحرارة في عندنا البلد جلوكوز في عندنا البيئاتش الأوكسجين الكاربون ديوكسايد كونسنترات كل هذه البيئة الداخلية يجب أن تكون ثابتة بالجسم بمعنى لما نقول شو العوامل لازم تكون ثابتة بالجسم نعني فيها القيم العليا والقيم الدنيا بحيث انه يصير التغيير درجة الحرارة للجسم درجة الحرارة للجسم تعتبر من المسائل البديهية بحيث انه يحدث عندنا البدي تيمبرتشر الليها درجة حرارة ثابتة وهي درجة الحرارة الثابتة يجب أن تبقى ضمن الحدود العليا والدنيا بالجسم وهذا ما يحدث في الكائنات الحية الخاصة بما تسمى الـ cold-blooded animal والـ hot-blooded animal بمعنى انه في عندنا اشي اسموه كائنات حية بسموها ذوات الدم الحار ذوات الدم البارد ذوات الدم الحار اللي بيكون درجة حرارة ثابتة على سبيل المثال الانسان من الكائنات الحية اللازم تكون درجة حرارتنا ضمن 37 أو 36 ونص اذا رح ندرس احنا بالهم يستاسس العوامل المختلفة مثل body temperature blood glucose blood pH oxygen carbon dioxide concentration اضافة لكمية الماء اللي بالجسم تعتبر من المراحل او من العوامل المهمة اللازم تكون ثابتة اضافة لـ blood pressure اذا هذول الست عوامل اللي لازم تكون بالجسم ثابتة مشان يصير عندنا يتحقق فكرة الـ homeostasis لو بدأنا بأول عامل اللي هو temperature regulation بيسؤال بيقول لنا how the body corrects overheating how the body corrects overheating يعني كيف الجسم بيصحح اللي هو حالة ارتفاع درجة الحرارة بمعنى انه بالجسم اللي هو درجة حرارة ثابت 37 درجة بيصير في عندنا overheating احيانا احيانا بيصير في عندنا over cooling اذا فيه بالجسم ثيرمو ريسيبتورز خاصين هم اللي بتحكموا بدرجة الحرارة وهذول بالعادة بيكونوا اللي هي involuntary الجسم اللي واحده بتحكم فيهن بدون ما يصير فيه اي نوع من اللي هي ردات الفعل اللي هي الارادية لو اجينا قلنا انه في حالة ارتفاع درجات الحرارة فيه بالجسم داخل الجسم اشي اسمه characteristics of homeostatic control system يعني الانسان اذا بيكون في درجة حرارة معينة موجود ضمن غرفة درجة حرارتها مثلا 40 او درجة حرارة 20 هو درجة حرارة ثابتة لكن درجات الحرارة المحيطة فيه هي اللي لازم الجسم يعمل اللي هي reaction خاص بحيث ينزل درجة حرارة الجسم اذا كانت مرتفعة الى درجة الحرارة الثابتة فلذلك هم بقولونا الhomeostatic control system اللي هي نظام الاستقرار الداخلي باعتمد على ثلاث شغلات اولا الريسبتور بعدين البروسيس سنتر او اللي ما تسمى التحكم الذاتي وبعدين اليفكتور طيب لو جينا قلنا فيه عندنا مثال بقولونا اذا كان فيه البيرسون بحيث ينزل درجة الحرارة الثابتة rate of the heat loss انت مش معقول تكون في غرفة درجة حرارة 20 ودرجة حرارتك 37 فبالتالي انت راح تظل تفقد حرارة فالجسم راح يعمل بداخله بعض العمليات الحيوية الخاصة اللي بتأدي الى فقدان كمية الحرارة وبالتالي توليد حرارة جديد اذا راح يصير فيه عندنا reducing heat لازم تكون equal to the rate of heat loss كمية الطاقة المنتجها الجسم يجب ان تساوي كمية الطاقة التي يفقدها ليش فقدها الجسم؟ لانك already انت موجود فيه بيئة درجة حرارة تأقل من درجة حرارة جسمك اذا هذا المثال يودينه على الاسكتش اللي امامك لاحظوا عندنا اذا كانت الروم تيمبريتشر انخفضت درجة حرارتها راح يصير فيه عندنا ايش increasing the heat loss from the body بمعنى انه كل ما خفضت درجة حرارة البيئة المحيطة فيك كل ما الجسم فقد كمية الطاقة مساوية لكمية الطاقة اللي انتجها الجسم لذلك هون الجسم راح تنخفض درجة حرارته طب مشكلة هون درجة حرارة احنا بنعرف انها تكون لازم تكون ايش اللي هي ثابتة الشهول الجسم بده يعمل بالحالة هاي حتى يعوض الحرارة المفقودة احنا بنعرف انه الجسم تقريبا بفقد كمية كبيرة من الطاقة للمحافظة على درجة حرارتك ثابتة ما بصير تنزل حتى لو درجة حرارة الجو المحيط فيك صفر المفروض تظل فيه عندنا internal body temperature constant 37 لذلك الجسم راح يعمل حالة يسمها shivering راح يعمل cooling up راح يعمل construction of skin blood vessels هذول ثلاث عمليات بنسميهن mechanism correction كيف يعني mechanism correction يعني حالات التصحيح اللي بتحدث بالجسم مشان يعوض انخفاض اللي هي room temperature اللي انت موجود فيها اذا وجدت بدرجة حرارة 20 على سبيل المثال راح الجسم يعمل shivering شو معنى shivering اللي هي contraction of skeletal muscles يعني shivering بسموها الرعشة هي عبارة عن انقباضات متتالية وسريعة للعضلات لكي تنتج حرارة هي شغلة مهمة كثير الان cooling up مقصود فيها انه cooling up المقصود فيه انه stand up of the hairs عجسم الانسان في عندنا الشعر هذا الشعر راح يصير يشكل insulating layer insulating layer اللي هي تكوين طبقة تمنع من ايش اللي هي الهوطل الهيت لوس هاي مهمة كثير اضافة ل اللي هي construction of skin blood vessels شو الكون اللي هي عمليات الانقباض للأوعيد الدموي الموجودة على الجلد بحيث تبتعد وتصبح غائرة بالجسم فبالتالي هذا كل ياته بخفف من الهيت لوس وبرجع الجسم بالأخير المحصلة retains of body temperature to weight original value لازم الجسم يرجع للوضع الطبيعي وضع الطبيعي قديش كان عندنا 37 ان وجد في بيئة درجة حتى 20 بيظل الجسم يعمل آليات تصحيح mechanism correction حتى يصل لعند هاي القيمة اذن هذا الجدول او هذا القيمة الموجودة امامك وتوضحنا الحالة اللي هي نفسها هذا السكتش اللي امامكو بيقول انه normal body temperature 37 اذا زادت درجة حرارة او نقصت راح يصير في عندنا mechanism correction لاحظوا انخفاض خلين اقول انخفاض body temperature راح يروح في عندنا بالهايبوثالمس اشي اسمو thermoreceptors مستقبلات خاصة الثيرمو ريسبتور هذول شو بيساوو بيجو بعملوا نوع معين من اللي هي motor nerve impulses بيودوهن على vasoconstruction decreasing sweetening بيقلل من عمليات اللي هي التعرخ وبعدين بزيد increase body temperature وبرجحها للbody اللي هي temperature 37 هاي في حات ايش؟ في حات اللي هي بسموها decreasing body temperature طيب اذا زادت درجة الحرارة increasing body temperature الثيرمو ريسبتور نفسهم الموجودين بالهايبوثالمس بيعملوا impulses للسكن بيعملوا vasodilation وهذا الvasodilation شو المقصود فيه؟ اللي هو توسع الاوعي الدموي وبالتالي زيادة التعرق السويتنج اذا زادت التعرق هذا راح يعطينا اشي اسمه طاقة او حرارة زائدة راح تخرج عن طريق العرق وبيصير decreasing للbody temperature وبيرجع للنورمال body temperature احنا المحاصلة النهائية انه لازم يكون no change in body temperature بمعنى اخر انه temperature المفروض تكون remain at the set point شو هي set point؟ المقصود فيها درجة الحرارة المثلة او درجة الحرارة الطبيعية للجسم بمشي عليها وبالتالي اجهزة الجسم المختلفة بتمشي عليها هاي نقطة مهمة كثير بالنسبة للbody temperature في حالة decrease وفي حالة increase بساعدة كيف تحتاج الوقت تحقق بالنسبة للنظام البيضة الحرارة الطبيعية في آلاف الآلاف من البيو كيميكا الرياكشن إذا توقف تفاعل واحد رح يتوقف التفاعل الثاني بتعرفوا شو دور الانزام بالحالة هاي الانزام بيقلل من اكتيفيشن انيرجي بالرياكشن وبالتالي بيسرع التفاعل اللي موجود بالجسم بمعنى التفاعل اللي بيحاجة لثلاث آلاف سنة حتى ينتهي بعدم وجود انزام الانزام بيجي بيعمل هالتفاعل هات خلال جزء من الثانية تخيلتوا قديش الانزام مهم كثير؟ هالانزام هاذ إلو اوبتيمام كوندشن إلو تنبريتشار ثابتة إلو بي أج ثابتة إلو عوامل محددة لذلك احنا منقول هي الست بوينت اللي حكينا عنها قبل شوي سبعة وثلاثين هاي بري امبورتنت او اوبتيمام كوندشن حتى الانزام يتحفز ويعطينا الرياكشن الخاص فيه النورمال انترنال بادي تنبريتشار سبعة وثلاثين هذا معروف أبوف أوف ديس بوينت بيصير ديناتوريتل للانزام عندي بلوك ميتابوليك باثوي إذا التمريشار درجة حرارة الجسم سبعة وثلاثين أعلى من هيك رح يصير ديناتوريتل للانزام رح يتكسر الانزام إذا تكسر الانزام رح بالنهاية يعطينا بلوك لمين للميتابوليك باثوي وإذا صار بلوك للميتابوليك باثوي هون بالحال هاي الجسم رح يوقف عمله وبالتالي ممكن يؤدي إلى الوفاة طيب التمريشار إذا كانت بلو ديس بويت إذا كانت التمريشار أقل من سبعة وثلاثين هذا رح يأثر على الدماغ لذلك بيعمل سلو داون ميتابوليزم سلو داون ميتابوليزم هذا بحالة إنه صار في عندنا التمريشار خمس وثلاثين أربعة وثلاثين ثلاث ثلاثين يعتبر الجسم في حالة إنهاك وهذا يؤثر على الدماغ وممكن يؤدي إلى الوفاة إذا ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض درجة الحرارة بالجسم مهمين كثير أو بمعنى آخر هم اللي بيشغلوا اللي هم يستاتيك كونترول سيستم بالجسم الجسم ما بيسمح لهم ما بيسمح لهم إنهم إما بالزيادة رح يعمل ميكانيزم كورريكشن أو النقصان نفس الإشي رح يعمل ميكانيزم كورريكشن ويرفع درجة حرارة الجسم إذن هاي أول نقطة أو أول إشي بالنسبة للميتابوليزم كلكوا دخلتوا المختبر وشفتوا إشي اسمه الووتر باث هاي اللي بالصورة أمامكم هذا هو الووتر باث لاحظوا عندنا الووتر باث فيه ثيرمستات وفيه ماء إذا مشرف المختبر قال بدنا نحط أي مادة بدرجة حرارة أربعين فبالتالي بنيجي من قوله لازم نثبتلنا درجة حرارة الماء الموجودة فيها الووتر باث على أربعين فشو اللي رح يصير التمبريتشر بشكل عام الست بوينت إلها أربعين إذا زاد عن أربعين رح تفصل ترجع مرة ثانية إذا نقص عن أربعين رح الووتر باث لازم يشتغل حتى يوصل لأربعين لأنه هذا الست بوينت إلو لو جينا حطينا الست بوينت إلو مثلا على خمس وثلاثين رح يظل حم بالماء حتى يوصلها لعند خمس وثلاثين مجرد ما تصل عند خمس وثلاثين بتوقف هذا هو الووتر باث عمل بمعنى آخر في عندنا إشي اسمه سيت بوينت ونفس الإشي بنطبق على المكيف الموجود بالغرف بفصل الصيف أحيانا في ناس يحطوا الست بوينت على خمس وعشرين أربع وعشرين أو ثلاث وعشرين فإذا ارتفع الدرجة حرارة الغرفة عن ثلاث وعشرين بيجي هذا المكيف لبروسيسور تبعه بيشتغل مشان يطلع حواء بارد وخفو درجة حرارة الغرفة لحد ثلاث وعشرين بعد الثلاث وعشرين بوقف بيظلوا عامل سليبنغ حتى ترتفع مرة ثانية درجة حرارة الغرفة بس ترتفع فوق الثلاث وعشرين برد يشتغل وهكذا هيك جسم الإنسان جسم الإنسان سيت بوينت له على سبعة وثلاثين طيب البادي تيمبريتشار كونترول لما قلنا إنه في عندنا بداخل الدماغ إشي اسمه الهايبوثالمس الهايبوثالمس هذا الهايبوثالمس بيشتغل زي الثيرموستات اللي حكينا عنه قبل شوي بالووترباد الثيرموستات هذا ترسيب نيرف إمبالسات من هيت الثيرموستات جسم الإنسان الجلد بشكل عام هو اللي بيحس بالبرود والحرارة لذلك رح تروح من داخل الجلد أو من الجلد باتجاه الهايبوثالمس بعض اللي هي بسموها اللي هي الإحساسات الخاصة وبتبلغ الدماغ بأنه في عندنا حالة معينة سواء كان انخفاض أو ارتفاع هون الجسم رح يتجاوب لذلك الريسيبتورز الموجودين بالجلد هم اللي بيخبروا الدماغ أو الهايبوثالمس بالانخفاض أو الارتفاع هناك أيضا ريسيبتورز في الهايبوثالمس إذن الثيرمو ريسيبتورز موجودين على الجلد إذن خفضت درجة حرارة الجو الجلد رح يودي إمبالسز اللي هي الثيرموستات الطبيعية الموجودة بالدماغ كمان نفس الإشي إذا ملاحظين هاي بالصورة في عندنا هاي الهايبوثالمس شايفين؟ هاي الهايبوثالمس هاي المسؤولة عن درجة حرارة الجسم طيب نرجع لمصطلحين قبل شوي ذكرناهم الفازو كونستركشن والفازو دايليشن بمعنى لاحظوا الصورة هاي والصورة هاي إذا بتنتبهوا لشغلة معينة هون بإنه الأوعي الدموي القريبة من الجلد منقول عنها فازو دايليشن بالصورة الثانية الأوعي البعيدة عن سطح الجلد منسميها فازو كونستركشن شو معنى هذا الكلام؟ او إذا بتلاحظوا الفرق بينهم بناحية اللي هي التوسع بالأوعي الدموية بالفازو كونستركشن انقباض الأوعي الدموية بالفازو دايليشن اتساء الأوعي الدموية فازو دايليشن دايليشن توسع كونستركشن انقباض طيب شو منستفيد منه هذا الحكي؟ شو منستفيد لما يكون عندنا توسع بالأوعي الدموية وتضيق بالأوعي الدموية البازو دايليشن تحدث في فصل الصيف لأنه درجة حرارة المحيط بالجسم بتكون عالية فبالتالي البازو دايليشن هذا بيمكن الجسم من فقد كمية كبيرة من الحرارة لأنه جسمنا لازم يفقد حرارة في فصل الصيف لأنه حرارة الجو عالي العكس تماما من فصل الشتاء احنا بحاجة لكمية الحرارة لذلك بتيجي هذول هي الأوعي الدموية بتكون غائرة داخل الجلد علاقتوا الشهر فرق بين الصورتين اذا هاي الصورة الفازو دايليشن تحدث في فصل الصيف هاي الفازو كونستركشن تحدث في فصل الشتاء وكلاهما يتحدث عن اللي هي اتساع او انقباض الاوعي الدموية حسب درجة الحرارة المحيطة بالجسم لذلك بالفازو كونستركشن الهيت كبت ان ذا ان ريتين باي بينما الفازو دايليشن الهيت لص باي كونكشن وان رادياشن بيصير عندنا فقدان كمية من الحرارة هذا الكابل اللي يلوه كونكشن نرجع من عيد بنقول في حالة اللي هي ارتفاع درجة الحرارة الجسم رح يصير في عندنا تكتد باي ثيرمو رسيبتورز ان هاي بوثالماس الثيرمو رسيبتورز هولي بكتشف ارتفاع درجة الحرارة بيعمل فازو دايليشن مثل ما حكينا قبل شوي وبيعمل اشي اسمو سويتينج شايفيه لسويتينج اذا مهم كثير شو فائدة التعرق التعرق هو عبارة عن كمية من الحرارة تخرج عن طريق العرق وهذا اللي بيجي على الجلد فبالتالي بسيو اخذ درجة حرارة من الجسم وبيعمل افابوريشن مش بدي يتبخر العرق الموجود على الجسم في فصل الصيف تبخروا وبدوا طاقة منين بوخت الطاقة هاي بوخت الطاقة من اللي هي الحرارة الجسم وبالتالي منكون بهاي الطريقة صرفنا كمية من الحرارة الزايدة بالجسم عن طريق التعرق هاي بسموها الكوريكشن للأوفرهيتنج وهاي ببيننا البازو دايليشن شوفوا لاحظوا السكن كابللري دايليت شو معنى دايليت يعني توسعت الأوعية الدموية وابن ذات بلد فلوز كلوز تو دا سكن حتى الدم أجل عند السكن وبالتالي تم التخلص منه عن طريق اللي هي التعرق الخاص فيه هاي الاوفرهيتنج الكولينج داون بحكينا عن اشي اسمه اللي هي حبيبات الشعر او اللي هي الشعر الموجود على الجلد هالي الشعر بلعب دور كبير بتتحكم بدرجة حرارة الجسم الو علاقة نعم كيف يعني when it's hot and you need to cool down muscles at the each hair ريلاكس في حالة انه الجسم يكون درجة حرارته عالية او درجة حرارة الجو عالية احنا هذا الشعر بشكل عام it must be relaxed لازم يكون ملتسق بالجسم مشان سهل انتقال الحرارة للبيئة الخارجية مشان هيك الهير لازم يلتسق بالجلد مشان هيك الهير بيعمل التساق مع الجلد وبالتالي بيصير الحرارة ملامسة تماما للسطح وبالتالي بتخلص من كمية الحرارة الزائدة لذلك الشعر كل شعر موجودة شافين هون تكون مرتبطة مع غدة عرقية ومرتبطة مع عضلة العضلات هذول هم اللي بيعملوا stand up او sleeping للهير من هون منقول انه هذا مهم كثير في عملية اللي هي ما تسمى بالمحافظة درجة الحرارة طيب اذا هذا ال cooling down اذا شو طيب الشعر دور في عملية المحافظة درجة الحرارة عن طريق اللي هو التساق وفي الجلد في فصل الصيف كله ما زلنا في فصل الصيف كيف ممكن ان نخفض من درجة الحرارة للسويتنج ارجعنا مرة ثانية للسويتنج مثل ما حكينا في حالة انه انه وجدت في بيئة درجة الحرارة منخفضة اللي هي بسموها الوفر كولينج هذا الوفر كولينج اول شي الشتاء ايضا بصير عندنا ميكانيزم كوريكشن دي كريز دي سويتنج بتقلل اللي هي السويتنج وبيعمل شيفارينج الراشة اضافة لقلة العرق اضافة للفازو كونستراكشن هذول كليات ميكانيزم كوريكشن بقدر الجسم يتحكم فيهن مشان يخفض من درجة الحرارة الموجودة لاحظ عندنا اللي هي الكيبينج وارم لما لاحظ الشعر هون ايش اختلف عن وجوده في فصل الصيف وفي فصل الشتاء لاحظوا صار في عندنا بايلو ايريكشن شو بايلو ايريكشن في فصل الشتاء when it's called the muscle contract pulse the hair ups يعني بمعنى اخر اللي وصار الhair up stand up لاحظوا عندنا وهي ما بنسميها بالقشعريرة او اللي هو ارتفاع اللي هي الشعر بحالة منتصبة هذا بشكل ايش بشكل layer of warm air اذا شكلنا layer بمنع من خروج الحرارة وهذا اللي احنا بدنا ياه في فصل الشتاء layer of warm air accumulate around the hair and insulates the organisms وبالتالي بعمل heat return اذا هاي العملية مهمة كثير في المحافظة keeping warm او بسموها over heating او over cooling two processes very important two mechanism correct and retain to the set point والshivering مثل ما حكينا الشفرنج هي عملية انقباض متتالي muscle contraction and it's involuntary هاي حركة لا ارادية الجسم بعملها وبالتالي بخفف من درجة الحرارة اذا هاي اللي بدنا نحكي عنهم بخصوص اللي هي involuntary طيب شو معناني voluntary responses voluntary responses اللي هي الاستجابات الارادية اللي انت بتشتغلها بارادتك لما كنا نقول shivering او نقول vasoconstruction او vasodilation او sweeting هذول involuntary دون ارادة الانسان او ارادة الحيوان بشتغلهم الجسم طيب في حالة انو انت شعرت بالبرودة سهل جدا انك انه human makes people feel cold or hot بشكل عام في عندنا cerebrum هو اللي بشعرنا بالبرودة فبالتالي بفصل الصيف ممكن انو نخفف من الملابس بحيث انو نفقد كمية كبيرة او نفقد كمية حرارة فصل الشتاء ممكن انو نلبس ملابس دافع هاي بكل بساطة الفولنتري رسبونس واحد قاعد بالليل اكيب تنخفض درجة الحرارة بلبس جاكيت ببدفي حاله هاي بسميها الفولنتري رسبونس they can then example put on more clothes او eat hot meal او exercise هذولا كلها هاتهم الاكسرسائز والقلوز والميل الهوت ميل بنسميهم الفولنتري رسبونس بمعنى انو الجسم قادر على انو يتعامل مع هاي الحالة اللي ممكن تحدث بانخفاض وارتفاع درجة الحرارة اذا هاي اول براميتر اليوم ندرسه عن اشي اسمه اللي هي body temperature اذا بدي تعرفوا من ها اللي حكيناك ولياته ما رح اكثر عليك ورح ندرس اليوم عامل واحد والمحاضر القادم ان شاء الله رح ندرس العامل الثاني اللي هو بحكي عن نسبة السكر بالدم اليوم حكينا عن اشي اسمه body temperature كيف body temperature يتغير لانه sit point very important وهاي شغلة مهمة كثير sit point يعني درجة حرارة الجسم مش لازم تتغير بدينا نعرف في حالة الارتفاع شو بسير وبحالة الانخفاض شو بسير اضافة لشغلة ثانية قبل ما ننهي بدي تعرفوا انه فيه بالجسم بالهايبوتالموس زي الثيرموستات thermoreceptors هذول الثيرمو هذول 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 في حالة في حالة انه يعمل مكنزم correction باتجاه انخفاض الحرارة او مكنزم correction باتجاه ارتفاع درجة الحرارة بالمحصل النهائية لازم تكون درجة حرارتنا ثابتة اللي هي 37 وثلاثين ولحد هون منقول يعطيك العافية وانشاء الله نراكم في المحاضرة القادمة ترجمة نانسي قنقر